شهدت محافظة كفر الشيخ قافلة طبية للتسليم 590 نظارة طبية لبنك الشفاء المصري بقريتين بمركزي الحمول ومطوبص جاء تسليم النظارات عقب قافلة طبية شهدتها القريتان لإجراء الكشف الطبي على الأهالي في كافة التخصصات ومنها تخصص العيون يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة بمحافظات الجمهورية حاملاً معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية محافظة كفر الشيخ شهدت قافلة طبية لتسليم 590 نظارة طبية لبنك الشفاء المصري بقريتين بمركزي الحمول ومطوبص نحن النهاردة موجودين في قرية الزعفران مركز الحمول استكملاً للقافلة الطبية التي تمت من حوالي 3 أسابيع كنا موجودين هنا بقافلة طبية رمض كشفنا على حوالي 900 حالة ونتج عن القافلة دي حالات محتاجة علاج تم صرف العلاج للحالات ونتج عن القافلة دي برضو إشعاعات وتحاليل اللي بتتم على مدار الفترة اللي فاتت في مركز الأكاديمية في المنصورة والنهاردة احنا موجودين عشان الحالات اللي كانت محتاجة تسليم نظارات يسلمنا النهاردة 260 نظارة لأهلي كارية الزعفران وقبلها كنا عاملين عمليات مية بيضة وفضل ربنا قدرنا نوصل للناس اللي يعملون العمليات في المنصورة وكان قبلها كتكافية طبية برضو تبع كون التخصصات بطنة وأنفو أذن وعزام جاء تسليم النظارات عقب قافلة طبية شهدتها القريتان لإجراء الكشف الطبية على الأهالي في كافة التخصصات ومنها العيون كما تم إجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى ضمن أعمال القافلة حاجة ممتازة جدا والدولة أيمة بمجهود كبير وضخم وربنا وفقهم يعينهم علينا وصلتنا للإدفرق متكامل وناس محترمين يسلمون النظارة بكل احترام وده مش جاي من فراغ ده جاي من قيادة سياسية حكيمة هدفه الوعي والنهوض بالمواطن المصري وكل أزمة في الدنيا لها تضحيات عشان البلد تقوم تقف على رجليه وهكذا يعد تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص على امتداد محافظات مصر